من الأكلات اللي أنا بحب أطلبها لما أروح على المطعم الصيني الكونج باوت شيكن حد وكتير طيب وحنعمله مع بعض بدنا بهاي الوصفة من 500-600 جرام من صدور الدجاج المقطعة مكعبات صدور الدجاج هاي بدنا نحطها بالنشا بعدين بخليط البيض ممكن نضيفه له خل وبالنشا مرة تانية ومنعيد تكرار العملية بيربع كوب من الزيت النباتي بدنا نقليهم لياخدوا اللون الدهبي اللي كتير كتير فاتحي عصفاريا دوبة هلا الفكرة بالنشا انه النشا ما بشة بزيت وراح يعطينا كراست كتير حلوة الدجاج اكيد مش مستوي من جوه بس من برا عشان نعمل الصوص بدنا نصف كوب من السويا الصوص أنا استخدمت لايت نصف كوب من الخل الأبيض نصف كوب من السكر البني بنخلطهم ممليح مع بعض وبدنا نضيف عليهم سنين من التوم المهروس ومنخلطهم وكمان بدنا نضيف عليهم معلقة كبيرة من السيراتش الصوص اذا بتحبوها تكون كتير حرة ضيفوا اكتر وبدنا نضيف عليها أرن فلفل أحمر صراحة ما كان عندي فستخدمت أخضر وثلت كوب من الفستو هلا بالنسبة لموضوع الفلفل الفلفل الأحمر بيعطي لون للطبق بس استخدام أو الأحمر أو الأخضر ما رح يفرق كتير بالطعم بدنا نسكب الصالصة فوق الدجاج وبدنا نخلطهم مليح ما تخافوا إذا كانت قليلة لأنه إحنا رح نضلنا نخلطها ونقلبها وهي بالفرن هنخبزها على حرارة 180 درجة ونقلبها كل 10 دقايق لربع ساعة وبس شفتوا قديش سهلة وسريعة وآخر إشي أكيد بدنا نزينها بالبصر الأخضر وممكن نقدم هاي الطبخة مع الرز أو إذا أنتوا بتحبوا النودلز ممكن تقدموها مع النودلز بسحتين وأرف عاقية